بسم الله الرحمن الرحيم اعزائنا الكرام مشاهدين قناة نباتات واشجار مسمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنساش العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتضغط زر الجرس عشان يوصلك كل جديد لو انت حضرتك من عشاء الزراعة المنزلية او الزراعة في القصيص او الزراعة في الحدائق يبقى انت اكيد اكيد بتنقل القصيص من القصيص اكبر او بتنقل الشتلات من القصيص الى الارض المستدامة يبقى اكيد هتحتاج الفيديو ده يبقى لازم تشاهد الفيديو ده لحد الاخر اولا النهاردة مع حضرتكم هننقل نبات الوينكا او زهرة الوينكا هننقلها من قصيص لقصيص اكبر وبطريقة كويسة وبطريقة حريصة علشان نحافظ على النبات والنبات ما يموتش مني بعد ما انقل مباشرة الى القصيص الاكبر او الى الارض المستدامة اه اولا ومهم جدا ان انا اه اخلي التربة بتاعتي تكون ما هياش اه نشفة بنسبة مية في المية ما هياش اه جافة بنسبة مية في المية وما هياش مبللة بنسبة مية في المية بخليها حاجة وسط كده تربة اه اه تكون مبللة نوعا ما علشان اقدر اشكلها زي ما انا عايز اقدر اخليها على قد القصيص بالزبط وانقل فيها الزرعة وكأني ما ضرتش بالنبات والنبات ما يحسش ان انا ما ان انا نقلته من تربة لتربة تانية او ان انا غيرت التربة تحت اه احنا عندنا في اه كل النباتات كل النباتات فيها جزور اصلية وجزور فرعية جزور اصلية وجزور اه فرعية او ثانوية اه الجزر الثانوي بيبقى عبارة عن شعيرات خفيفة او شعيرات بسيطة خالص وبتكون اه سهلة القطع وسهلة التكسير فانا اكون حريص جدا ان انا اه احافظ على الشعيرات او احافظ على الجزور السنوية اه بجيب القصيصي الاكبر فيه تربة خفيفة وضروري جدا ان التربة تكون خفيفة جيلة الصرف وتكون اه كل ما كانت خفيفة كل ما كانت افضل وكل ما كانت غنية بالعناصر اه كانت اه افضل هناخد الفيديو بتاع النهاردة ونقيسه على كل النباتات وكل الاشجار وكل الاصايص لازم يعني كل الاصايص اه ينفع نطبق عليها نفس الكلام ده ونفس المعلومات دي بالزبط يعني ما هنرتبطش بازهرة النهاردة او ما هنرتبطش بالشجرة اللي احنا بننقلها النهاردة لأ الكلام ده ممكن نقيسه على كل الازهار وكل الاشجار اه وكل الشجيرات اللي بننقلها. اه بحفر في القصيص زي ما حضراتكم شايفين كده وبجهز لمكان القصيص التاني او مكان الزرعة التانية اللي هتنزل فيه. اه بجيب القصيص وبامسكه بنفس الشكل ده وبحاول اخبط عليه خبطة خفيفة كده زي ما حضراتكم شايفين خبطة بسيطة خالص كده. اه بحيس ان انا ما اه اضرش بجذور النبات. اه بحاول ان انا اسنده كويس خالص علشان ما يضرش بجذر جذر النبات. وما يموتش الجذور السنوية او الجذور الفرعية او الشعيرات. بخبط عليه خبطة كده من تحت وخبطتين من الاجناب كده. وبحاول بقدر الامكان ان انا هزه هزة بسيطة خالص كده. علشان اه يتخلخل من مكانه وفي نفس الوقت ما يتضرش. وكمان الجذر ما يستشعرش ان هو اتنقل من تربة لتربة. بخبطة البسيطة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي. وبابدأ اشد القصيص لاعلى. بينزل معايا القصيص كأنه موجود في مكانه بالزبط. وعلش انا اسف انا نبطق الفيديو علشان حضراتكم تلاحظوا كويس اوي وتشوفوا العملية بتتم ازاي بالزبط. شايفيني الشعيرات او الجذور الفرعية. لسه ما ما مالتش القصيص اوي لكن انا على سبيل الاحتياط بننقلها في مكان اكبر وهي لسه صغيرة. علشان تاخد دورها وتاخد راحة وتبدأ تنمو وما تتأخرش. انا عندي علامات لما بتظهر لي العلامات دي بعرف ان انا لازم انقل النبات من قصيص لقصيص. العلامات دي هي اه حجم النبات لو لقيت حجم النبات كبر زيادة عن اللازم في القصيص يبقى لازم انقل. لو لقيت النبات واقف ما بيه ما فيش نموه او النموه بطيء. يبقى لازم انقل من قصيص لقصيص. لو لقيت النبات بيزبل وبيموت يبقى لازم انقل من قصيص لقصيص. بحضر القصيص الصغير والقصيص الكبير. وبكون حريص جدا زي ما اتفقنا ان علشان الجزور ما تتأثرش. بحاول بقدر الامكان ان الجزور ما تتعرضش للشمس وما تتعرضش الهوى بشكل كبير. علشان اه ما 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 يقصرش على النبات ما تستشعرش الجزور بانها غيرت التربة او غيرت النبات. وبنقل وبساوي التربة كويس. الوينكا اللي احضراتكم طبعا عشبية مستديمة بتزهر معظم اوقات العام. احنا اتفقنا ان هنقيس الكلام ده على كل الاشجار وكل النباتات. لكن هنتكلم عن الوينكا ان شاء الله في الفيديو خاص. الوينكا لها اه ازهرها متعددة منها الابيض والبنفسيجي والاحمر والوردي. اه بتحب المكان يعني ينفع اه هي اه مارنة جدا ينفع بتتزرع في الشمس وبتتزرع في الظل وبتتزرع في الاماكن اللي هي نصف زليلة. اه لها فوائد طبية كبيرة جدا. اه بتحب طبعا التربة الخفيفة الطمية لا هي رملية ولا هي اه طينية تقيلة بتحب التربة الخفيفة. اه بتتحمل الجفاف وبتتحمل الحرارة الشريدة وقلنا ان هي مارنة. بتحب بتزرع وتنفع تزرع في اي مكان. واعزنا الكرام ما تنسوش اعجاب بالفيديو واشتراك في القناة.